أكدت جبهة البوليسارغو أن تصرفات الوفد المغربي في مؤتمر تيكاد بطوكيو وكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال المغربية كدولة مارقة تنتهك الشرعية الدولية وفي بيان عقب اجتماعا برئاسة الأمين العام للجبهة أكد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي أن مؤتمر تيكاد في اليابان حقق مكاسب مهمة للقضية الصحراوية كما فضح الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال المغربية التي تحاول بشتى الطرق المساسة من قوة ومكانة ووحدة منظمة الاتحاد الإفريقي